موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم تلاميدي الأعزاء في درس جديد مكون الجغرافية لسنة ثانية ثانوية إعدادي تحت عنوان تنظيم المجال الصناعي وكالعادة نبدأ الدرس بذكر أهم أهدافه الهدف التعلم الأول وصف واقع تنظيم المجال الصناعي بالمغرب وتفسيره الهدف التعلم الثاني تعرف أهم مقاومات صناعة بالمغرب وإبراز بعض مشاكلها الهدف الأخير رصد مجهودات الدولة لتنمية قطاع الصناعة من أجل تحديث الاقتصاد رغم المجهودات المبذولة للنهوض باستناعة المغربية فإن مساهمتها في تنمية اقتصاد البلاد ما تزال دون المستوى المطلوب فما هي المجهودات المبذولة لتنمية هذا القطاع فلنتعرف الآن على التوزيع المجالي للصناعة المغربية ونبدأ بالصناعة العصرية حيث تشكل المؤسسات الصناعية الصغرى التي تشغل أقل من 50 عاملا حوالي 76% من مجموع المؤسسات بالمغرب في حين تبقى الشركات الكبرى التي تشغل أكثر من 200 عامل قليلة 7% فقط لكنها تستحوذ على 69% من مجموع الصادرات الصناعية وتحتل الصناعة الكيموية المرتبة الأولى ضمن أنواع صناعات بالمغرب تليها الصناعات الغذائية ثم صناعة النسيج والصناعات الميكانيكية وتعتبر مدينة الضالبيضاء قلب المغرب الصناعي حيث تتواجد بها معظم أنواع الصناعات في حين تضم الجديدة وأسفي الصناعات الكيموية والشبه الكيموية بينما تتواجد بأجدير الصناعات الغذائية وتنجى صناعة النسيج أما الصناعة التقليدية فتتميز بكون أغلبها يتركز بالمدن العتيقة حيث تحتضن كل منتازة وسلا وآسفي أهم صناعات الخذف وتشتهر الصويرة وتزنيت وأجدير بصناعة المجوهرات في حين تشتهر الضاخلة بالنقش على الخشب وتبقى مدينة مراكش هي الجامعة بين مختلف أنواع الصناعات التقليدية نمر الآن للتعرف على مقاومات الصناعة المغربية حيث تعتبر معادن من أهم مقاومات الصناعة المغربية ويشكل فصفات أهمها حوالي 98% من نسبة الإنتاج يليه الرصاص والزنق ثم النحاس والمنغزيوم ويشكل عنصر البشري أحد أهم مقاومات الصناعة بالمغرب حيث تتوزع اليد العاملة على مختلف القطاعات الصناعية فنتعرف الآن على المشاكل التي تعاني منها الصناعة المغربية ويبقى أول مشكل تعاني منه الصناعة المغربية هو ضعف إنتاج مصادر الطاقة حيث تضطر الدولة لاستراد معظم حاجيتها الطاقية من الخارج مشكل آخر هو قلة الاستثمارات المالية في القطاع الصناعي خاصة في المشاريع الكبرى أيضا ضعف التأطير والتكوين المهني والتقني لليد العاملة رغم وفرتها أيضا صغر حجم المؤسسات الصناعية التي تعاني من ضعف التمويل ونقص في التكنولوجيا الحديثة ثم خضوع الأراضي الصناعية لمضاربة عقارية قوية مما يحول دون بروز مناطق صناعية جديدة داخل البلاد وللنهوض بالقطاع الصناعي اتخذت الدولة عدة تدابير منها أولا تقديم القروض للنهوض بالصناعة التقليدية ثم إحداث الغرف المهنية وإعادة صياغة قوانينها التنظيمية تخفيض حقوق الاستيراد على الفحم الحجري بنسبة 10% إحداث الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وأخيرا التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل أنهينا الدرس وسوف نمر الآن مباشرة إلى الخاتمة رغم أهمية الصناع العصرية والتقليدية في تنمية الاقتصاد الوطني فإن مجهودات المغرب تبقى محدودة نظرا لضعف الرسميل وقلة مصادر الطاقة